صباح الخير او مساء الخير يا برج الميزان. طيب خلينا ندخل في القراءة العاطفية على طول وان شاء الله هنزل لكم الكراءات باكملها. هندخل في القراءة العاطفية الاول برج الميزان انت الفترة دي مش متزبط خالص وطقتك حاليا طقت فقد او شاعر بحزن عميق كمان مش حزن مثلا اللي هو بقلك فترة قليلة او حاجة لا ده بقلك فترة كبيرة كنت تقريبا في علاقة ممكن تكون زواج او خطوبة او علاقة يعني من وجه نظرك كنت شايفها مثالية وكنت مستنمي هذه العلاقة بفارغ الصبر يعني او هذا الشخص كنت مستنميه ومبسوط بي اوي اوي اوي. فجأة تحول كل شيء الى العكس يعني السعادة تحولت الى تعاسى وكل شيء بقى كنت متوقع واني مصر ما حصلش. العشر كوبيات بقوي خمس صيوف. في حد فيكو انتو الاثنين بيلعب على التاني او او جرح في التاني اوي او اكتشفت خيانة او اكتشفت ان الشخص اللي معاك ده شخص مش كويس خالص او كان مثلا بينافقك بيعمل حاجات من وراك. مثلا مخبى عليك ان في طرف ثالث مثلا. ممكن اني برضو هنا في طرف ثالث اهو. في حاجة انت اكتشفتها عن هذا الشخص خليتك او خلت ازي العلاقة تتحول زي ما يكون ساحة حرب كده. فانت تقريبا اخترت ان انت تمشي من العلاقة دي. وتنهي هذه العلاقة او ان الشخص ده اي انا 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 حسنا هو قالب الترابيزة. يعني اعرف اللي هو بيقريب الترابيزة شخص ده. يعني اسلا هو غلط فيك او خبع عليك حاجة. ولما جيت وجهته لبسك انت الحاجة دي او لبسك انت حاجة ما عملتهاش عشان يخرج هو منتصر. يعني شخص مش مش هذا شخص انا اعتقد انه شخص مؤذي شوية. مؤذي بالافعال والكلام كمان. طيب هو مشاعره ايه ده مشاعره خطيرة يعني ده الكوين اوف ووند. خلينا نشوف الكوين اوف ووند هنا. هو الشخص ده على فكرة من نوع بيخب مشاعره. اه بيخب مشاعره جدا جدا جدا. خلي بالك بقى. لو شخص ده اذاك اولاب عليك او خب عليك اي حاجة. وحالان هو قاعد في دور المنتصر. ودور اللي معملش حاجة خالص. وكمان ممكن يكون مش بيكلمك مش بيتواصل معاك. او طع كل السكك عنك او بيعندك. او بيقول لك ان هو مسلا ارتبط مسلا. او انت مش همه. لكن هو في الحقيقة تعبان جدا. هو مصدر لك الوش ده لكن هو واخد العشر سيوف. العشر. ومشتق لك جدا. جدا. وعايز اكلمك. مش عايز اكلمك ده دعمونا عينه انه يرجع التواصل بينك وده. لكن هو عنك برياء طاغي على هذه المشاعر. ومضطر ان هو يصدر لك السورة دي. اعتقد ان انت مشيت. اعتقد ان انت مشيت. لان انت كمان في طاقة الفورق او ساكت. شايفك ان انت مشيت او ساكت. شايف ان انت خلاص مش عايزه في حياته تاني. هو شايفك ان انت قمت تكون انت عملتر بلوك. انت نهيت كل حاجة يا بورج الميزار خلاص. هو شايفك ان انت نهيت كل حاجة. خلاص. انش عايز اسمع عنك تاني. انت شخص سيء. وشكرا على كده. فهو مضطر يصدر لك السورة دي. سورة انا جامد. مش هممني حاجة. مش هممني انت ولا العلاقة. مالكة قاعدة ولا همم حاجة. لكن هو في الحقيقة العشر سيوف الدار. وشايفك ان انت هاذي جدا. ومش عايز تكلمه تاني. ولا عايز اسمع عنه اي حاجة ومكتفي بهذه النهاية. وشكرا على كده. انا يعني حتى مش عايزة تواصل معاه. يعني مسلا حتى تقوله اي حاجة خالص. زي ما انت قلت كل حاجة. او حتى لو ما كنتش قلت. فانت مكتفي بالبعد ده. مش هايز منه اي حاجة. وشافت كمان زعلان. شافت زعلان قوي. او واخد عارف عندك خيبة امل في هذا الشخص. انت بزر. انت مصاب بخيبة امل. ما كنتش متوقع ان شاص يطلع كداب مثلا. او يطلع منافق. او يطلع مثلا فيه طرف ثالث. وهو كل ده كم يجد بعدك. او شايف العلاقة ازاي. السبن افوند. او شايف ان العلاقة دي فيه طرف. من كنتو لدين افقد انت طبعا. خد كرار بالانفصال بسرعة. بسرعة قوي. يعني حتى ما سمعتش منه تبرير. انت مثلا انت تقريبا اكتشفت عنه حقا. لان انت اغلقت العلاقة هون من غير تبرير. او مثلا بررلك بس انت يطلع. سواء كده او كده انا ماشي. فانت اطاع طفل. ان هو شايف ان هو. هو على فكرة عايز يدافع نفسه على فكرة. وشايف ان انت مش بتديره فرصة. خالص. كل من يتكلم معاك تقوله برر. امشي ما تتكلمش معاك هنا تاني. او بمسلا يبعط لك رسائل ما تردش. تشوف ما تردش. او ما تفتحش المسجد خالص. او عملت له بلوك من كل حتة. فهو عايز ياخد فرصته في انه دافع عن نفسه. وشخص ده عصبي على فكرة ده درج ناري او هوائي. عصبي جدا جدا. ومش بيستحمل حد يوجيه له انتقاد. يعني لو وجهت له انتقاد والتوله مثلا انت عصري. يقول لك انا عصبي. والله انا مش عصري. يزعق. فمحبش حد يبجيه له انتقاد او يحس بظلم يعني. او من وجهة نظره هو شايف انه تضرب. بصراحة امان يعني. هو شايف انه تضرب. من وجهة تضرب. او انت ما سمعت لهش خارص. ااام. هو ناوي على ايه؟ هو ناوي يحقق لك اللي انت كنت عايزه في انه يمشي. ناوي انه يرحل الى. ممكن يكون شخصا مع طرف تالت على فكرة ممكن بالفعل مع طرف ممكن يكون مع زوجة هو هيمشي بالفعل من هذه العلاقة في حد معاه على فكرة برج المزان هذا الشخص معاه طرف اخر ممكن يكون زوجة او يعني حد تاني ممكن يكون حد تاني او هو كان محتار ما بينك وبين شخص اخر او في طرف تالت وخلاص فهو ممكن يروح للطرف التالت ده هيروح له يعني يقضي معه وقت الفترة دي الفترة دي كده هو هيروح له يكلم فيه بينهم كلاما حال وهيكتفي جدا بانك فالت العلاقة ويرحل الى شخص اخر او علاقة اخر وعلى فكرة هو هيقصد يعني كده عشان يبينلك انه فعلا مش هامه انت خالص خالص طبعا اللي هو هيعمله هيعمل بقى اللي انت كنت عايزه بص يبرج الميزان الشخص ده هيقطع معاك الفترة دي بس احتمال يرجع لك تاني على فكرة هو احتمالي يرجع لك تاني بس مش هيرجع دلوقتي يعني خلينا نتكلم بوقع هو مش هيرجع دلوقتي هو نوياء انه هو يرحل دلوقتي يرحل اللي هيعمله بقى انه هو هياخد قرار بانه يقدم لك عرض جديد عرض جديد عرض جديد بس عرض حقيقي انت ممكن تكون سبته انه هو مثلا بيراوغ معاك ممكن يكون بيراوغ معاك في انه مثلا تعرفوا طبيعة العلاقة اللي ما بينكم او انك او مثلا لو بنت يجي تقدم لك طب لو ولد انها مثلا تحافظ على العلاقة بتغيير عليها مثلا او اي حاجة من حاجة ديه فهو هياخد قرار في علاقتكو وهيجي يقول لك على القرار انا واحد اتنطلقك بس طبعا طلالي بس هو عنده عنده حد تاني هيقبضي معا وقت شوية بس مش علاقة مش علاقة عاطفية يعني صديقة او صديق حاجة بدلتين انه هو تعبان هو تعبان جدا مش حصلها هو مش تعبان من الفراء وكده لا تعبان هو متغاز متغاز منك قوي قوي متغاز منك ان انت قدرت تاني العلاقة ديه او عايز بالفعل انك تباك يعني ممكن تكون بتتعمل محد برج الجوزاء كمان فهو هيرجعلك تاني ولكن بعرض حقيقي المرة دي يعني انا محبك وعايز اكمل وفعلا هلتزم بالعلاقة او هلتزم بالشيء اللي انت طلبت مني بس هو عنيد جدا والفترة دي هي فترة مهمة جدا ان هو يقصر العند ده انا عايز اشوف لك النصيحة كده برج الميزان هل البعد ده صح? هل البعد اللي انت عملتم هذا الشخص ده صح ام لا? او القطع مسلا قطعط ده صح جدا جدا ده شوت النصيحة بتقولك ما يشوف لك داني اهو بالزبط النصيحة بتقولك يا برج الميزان تقدم في حياتك واترك خالص هذا الشخص الفترة دي تركه دلوقتي سيبه بقى هو هيعرف هو عايز ايه وهيجيلك هو على فكرة بيحبك يعني انا مش هنكر ده ان اتبلاش نتبلع عنا راج قامل دقيما وكتبع وقفيني العلاقة ومش دقيما اسمع عنه حاجة بس انت داخل عشان تعرف برضو هو بالفعل ما كانش بيحبيني لا هو بيحبك بيحبك على فكرة وشايفك شخص مسالي جدا وشايفك شخص جميل وما تعودش وما شايف ده بانه كمان شايفك العلاقة التين اف بانديكس ممكن يكون زوج هز الشخص لكنه هو الاس اوف سوردس الشخص ده عايز متكبر جدا وما يقدرش يظهر الهزيمة مقدرش يقولك انا اتهزمت انا متهزمتش فهو النصيحة بتقولك كمل بقى اللي انت عملت وما تبوص اللي انت عملت قدام انت عملت حاجة صح انت بتعلم هذا الشخص الدرس انا عندي كرامة انا واحد انا اتنين كسا فتقدم بقى في حياتك واترك هذا الشخص شوية هو هيراجع نفسه افقاره ويرجعلك مرة تنين شاء الله بس هيرجعلك احسن من الاول بكتير بكتير انت عتستغرب هذا الشخص ايه اللي هصله ايه التغيير ده هو في حياته حاليا انها يتفتب سواء معاكم باية ممكن يكون بدء مشروع ممكن يكون بدء مشروع بالزبط ده بيشتغل جامد اوي 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 ومحاول الشلوس ايه يعني الله اكبر زاكي جدا هذا الشخص وبدء مشروع جديد اوي عنده فكرة الحاجة وهيبدئها وشكله هينجح فيه هينجح جدا 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 فيه جدا كمان ويعني هيبقى تقريدا هم يعني ممكن يكون ازا شخص منزجيته متعلقة بالاموال مثلا يبقى كويس لما يبقى معه فلوس بس هو دلوقتي متقدم جدا في حياتك انت كمان بقى استغلي الفترة دي وتقدم متقدمها في حياتك